أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوق شعبها في انتهاك لحل الدولتين وخلال مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانج بي في بكين أوضح وزير الخارجية الفلسطيني أن مشاركته جاءت لمناقشة الجرائم التي وصفها بالوحشية التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني جهود دبلوماسية كبيرة تبذلها الدود العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر لإيجاد حل للقضية الفلسطينية في ظل تصاعد مستمر للجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وفي أحدث تحرك على الأرض عقد وفد من اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية اجتماعا مع وزير خارجية الصين وانجي في بكين في مستهل جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بهدف الدفع بمصاري وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع وأضم الوفد وزير الخارجية سامح شكري ومسؤولين من السعودية والأردن وإندونسيا وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي وآخرين وخلال اللقاء أكد شكري وجود سياسة كانت معلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة مشيرا إلى أن الموقف المصري والعربية القوية الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر وأشدد شكري على أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كما أكد شكري أن مصر تبذل كل جهد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مضيفا أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شدد من جانبه على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين بينما أكد وزير خارجية الصين وانجي أن بكين تؤيد بالكامل دعوة قمة الرياض لحل الدولتين في غزة وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي التحرك الآن واتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة هذا ودع الوفد المشارك في الاجتماع إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضرورة إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة فورا هي إذن محاولات دبلوماسية مستمرة لمحاولة إنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وتصعيد مستمر يهدد المنطقة والعالم بحالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار